يا مساء الخير والسعادة على كل اللي بيتابعوا وبيشوفوا برنامجنا يحكى أدنا على شاشة القناة الأولى حلقتنا النهاردة بتمس كل بيت في مصر في كل شارع وفي كل قرية وكل محافظة مصرية كل مصري عارف قيمة بلده وبيحبها ومستعد يضحب نفسه عشان ترابها احنا نهاردة بنحتفل معاكم بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة وانا بتكلم عن حرب أكتوبر وانتصاراتها العظيمة المجيدة كإني سمع بالزبط كده كل الأغاني اللي بنسمعها في التوقيت ده الله أكبر بسم الله بسم الله وحلوة بلادي السمرة بلادي أغاني جميلة غناها كل بيت في مصر ولحد النهاردة وإحنا بنسمعها بنرجع للزمن الجميل الزمن اللي في انتصارات وفي انتماءات وفي كل مصري بيحب بلده ومستعد يضحب دمه عشان بلده أهلنا وناسنا وكل البيوت المصرية الجميلة اللي حضرت نصر أكتوبر وفرحت بيه والكل في البيوت والشوارع والأهاوي هتفت تحيا مصر وقت ما سمعوا بيان العبور حالة جميلة عاشها كل المصريين في الوقت ده روح أكتوبر اللي وحدت كل المصريين ومش بس كده لا ده كمان كل الأسر المصرية روح أكتوبر اللي بينت للعالم كله قد إيه المصريين وقد إيه المصري والمواطن المصري متمسك دايما بالأمل مهما كانت الظروف صعبة ومش ممكن أبدا إن احنا نفرد في أرضنا ولا الشعب المصري أبدا يفرد في شبر واحد من أرضه دايما إحنا مصريين ويا رب دايما مساند لجيشه وواصقين فيه وفي قدراته الشعب المصري وقت الأزمة بيقف إيد واحد وبتحمل أي ظروف صعبة عشان بلده هي دي روح أكتوبر وهو ده الشعب المصري على مر رأسور والتاريخ النهاردة معاكم هنسترجع ذكريات النصر الجميلة المجيدة في البيوت المصرية وكانت الحياة عاملة زي وقت الحرب لاني فيه ناس كتير بتحب تسمع التفاصيل دي كل سنة بنحب نسمع كل تفاصيل وأجواء حرب أكتوبر وإزاي كانت الحالة الأمنية وقتها ونفهم أكتر عن طبيعة الشعب المصري ونأكد على قوة جيشنا المصري وأبطاله اللي حققوا نصر عظيم بنفتخر بيه لحد النهاردة ولازم كمان نفهم أولادنا مين هو عدونا وليه بيعمل كده وإيه هي أطماعه عايز إيه إيه الهدف من العدو ده لازم يفهم بلده وعدوه وإحنا مع مين وضد مين كل ده هنتكلم فيه مع ضيفي اللي هيكون معايا في الستوديو الكاتب والروائي والخبير في الأثار المصرية والفنون الأديمة دكتور شريف شعبان واللي ليه مؤلفات كمان عن تاريخ الشخصية المصرية وسمتها وكمان عنده مؤلفات بيرد فيها على أكاذيب العدو الإسرائيلي وبيوضح كمان طبيعته وأطمعه ترجمة نانسي قنقر